واضح جدا لنا أن الصراط المستقيم هو طريق جميع الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والصالحين وعلينا جميعا أن نختار إحدى الطريقين إما الصراط المستقيم وإما طريق الهوى والهاوية فلما جاء موسى عليه السلام باليهودية افتركت اليهود على 71 فرقة واحدة في الجنة و70 في النار ولا شك أن هذه الفرقة الناجية من اليهود هم من آمنوا بعيسى عليه السلام واتبعوا النصرانية والإنجيل غير المحرف وبعد عيسى عليه السلام افتركت المصارى على 72 فرقة فرقة واحدة في الجنة و71 في النار ولا شك أن هذه الفرقة الناجية هي الفرقة التي آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم ودخلت في الإسلام وبعد محمد صلى الله عليه وسلم افتركت الأمة الإسلامية إلى 73 فرقة فرقة واحدة في الجنة و72 فرقة في النار وأرشدنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفرقة الناجية وهي الجماعة فعلينا جميعا بلزوم الجماعة ولزوم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لنصل إلى الصراط المستقيم ولا يكون الحق دائما في الخيارات المطروحة فوسع دائرة النظر وانظر حولك وما أكثر الشعارات البراقة في هذه الدنيا فإياك وأنت اختر بالشعارات البراقة وابحث عن الحقيقة المجردة ترجمة نانسي قنقر